الفنانة ميريهان حسين كشفت لأول مرة عن تجربتها مع الارتباط والانفصال من خطيبها وذلك قبل الزواج المقرر في فبراير المقبل في تصريحات إعلامية أشارت إلى أنها قضت سنة مخطوبة ولم يتم الزواج معبرة عن استمرارها في الانتظار بخصوص الشائعات حول ارتباط خطيبها السابق بالنجمة شيرين عبد الوهاب أكدت ميريهان حسين على عدم معرفتها بتفاصيل العلاقة وأنها لا تدخل في شؤون الآخرين وفيما يتعلق بتعاطف الجمهور معها أكدت أنها لا ترغب في الكشف عن تفاصيل شخصية فيما يتعلق بتعليق والدتها بعد الانفصال أفادت ميريهان حسين بأن والدتها كانت سعيدة وأكدت لها أنها تستحق شخصا أفضل وفي نهاية حديثها أكدت على عدم رغبتها في السعي وراء حقوقها مؤكدة أنها تؤمن بأن الأمور تحدث وفقا للقدر وقد تكون النتائج الغير متوقعة هي الأفضل بخصوص الشريك حياتها المستقبلي قدمت ميريهان حسين مواصفات محددة مثل الاحترام والصدق وأكدت على أهمية وجود الشخص يكون سندا ومحبا ويشاركها في أفراحها وأحزانها مع التأكيد على أن الاحترام يأتي قبل الحب ترجمة نانسي قنقر